يا سادة لازم نفهم حاجة مهمة قوي لازم نفهم ان احنا لازم نفهم ان الشباب ده قيمة الشباب مش مدة زمنية واحنا لازم نفهم كمان الشباب احنا عندنا مشكلة الناس اللي زي اللي عنده اولاد وكلنا عندنا فيه سنة كده لازم نفهمها عن الشباب لازم نفهم ان الشباب مش قصدين يتمردوا علينا وهم عندهم منظومة قيم جديدة يا سادة منظومة قيم عندهم ان التنوع ده شيء مقبول وشيء لابد ان هم يعيشوه هم اكتر مننا حبا للتنوع عشان هم عاشوا وتعلموا بهذه الطريقة ولازم نفهم ان الشباب بيحاولوا يثبتوا نفسهم ويثبتوا ان هم قادرين على التعامل لان هم عندهم الفرص كلها بقت مليانة تحديات وبقت فيها نوع من انواع الاختلاف لانهم لما مش بيلاؤوا نفسهم بيحصل لهم احباط بيحصل لهم احباط عشان عندهم فكرة التنفسية بقت عالية اوي ووصلت الى حد الصراع طب ليه عشان السبع حاجات اللي دايما بنقولها اللي هي سمات العصر وسمات الانسان المعاصر زادت اوي اللي هي الفردانية زيادة الفردانية وزيادة المزاجية وزيادة التشكك وزيادة الاحباط وزيادة المظلومية وزيادة الحساسية وزيادة العشوائية الدنيا اختلفت يا سادة فعندهم حتى في مسألة العلاقات تلاقيهم بيدخلوا في العلاقات وبيخرجوا منها والناس اللي هم عايشين معاهم واللي خرجوا معاهم من العلاقات لسه ده حواليهم وعشان كده وجعهم بيبقى زيادة ولذلك الشباب دول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلانا نهتم شويتين تلاتة بمسألة الشباب النبي قال إنما نصرته بالشباب فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الشباب مليان قيم والقيم هي اللي بتنتصر قيم الشباب هي اللي بتنتصر وعشان كده لازم نحول الشباب إلى قيمة مش بس لإنهم أكثر مجهودا مش بس لإن الشباب بيكون فيه الإنسان أكثر مجهودا ولكن عشان منظومة القيم اللي بيتبناها الشباب حب الحياة الصبر بذل المجهود الأمل ومحاولة فتح مجالات جديدة كل ده لازم يخلينا نخلي الشباب دي قيمة عشان المنظومة اللي بيتبناها الشباب وعلى سبيل المثال أحيانا بنفهم إن الشباب ما عندهمش عاطفة وإن الشباب دولة خلاص فقدوا العاطفة تجاه أباهم وأمهاتهم فسوهم في الحقيقة لا الشباب في الحقيقة الحقيقة مش ما عندهمش عاطفة الشباب بيتحركوا بالثقة هم لازم عشان يمرسوا معاك أقصى درجات الإنسانية لازم يكون عندهم ثقة فلما بيفقدوا الثقة هم ما عندهمش في حياتهم بسبب التنافسية ما بقاش عندهم وقت يكرروا التجربة مرة واثنين وثلاثة وعشان كده إحنا لازم نكون عشان نقدر نتعامل مع الشباب لازم يكون عندنا ما نستطيع أن نبذله لكي يسقوا فينا ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعامل مع الكبار كان كلامه يعد لكن لما يجي له واحد من الشباب يطيل معا الكلام يطيل معا الكلام شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الراجل وهو الشاب جاي يطلب منه أنه هو يأذنه في الزنا أطال معه الكلام أترضاه لأمك أترضاه لأختك وابتدأ يتكلم معاه كلام منطقي عايز تبقى شاب خليك قادر على أنك أنت تبص للحاجة بمنظور متعدد الرؤى وتكون قابل أن الناس تتكلم معك بمنطقية لازم المنطق يسود إذا كنت عايز تبقى شاب لكن أفشل طريقة ممكن نتعامل فيها مع الشباب ومع أنفسنا حتى هي طريقة الأوامر لكن احنا لازم نمشي بطريقة الثقة الثقة اللي هتيجي من المنطق ومن التجربة وأنا بستغرب شوية جدا 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 من الناس الناس قرروا أن يخلوا مدة عمرية في حياتنا عندها وصمة لكن مش قادرين يساعدونا أن نخلي الشباب قيمة لما ييجي واحد يحاول يمارس أي ممارسة مش متزنة ومش مسؤولة وهو في سن كبير نقول عليه إنسان مراهق وكأن المراهقة ديت فترة زمنية محتاجة أن احنا نسبها أبدا والله ده المراهقة من أفضل المراحل العمرية اللي فيها تستطيع أن أنت تشوف بناء الإنسان فترة المراهقة لكن احنا حولنا فترة المراهقة دي إلى فترة بنسب فيها ونسب بيها وده وتمش حقيقي طب تعالوا نعمل حاجة صحة في حياتنا إن احنا نحول الشباب إلى قيمة وعشان نقدر نعمل الكلام ده لازم نعرف إيه اللي في الشباب اللي احنا محتاجين نتمسك بيه لازم نصدق إن في حد بيحب الحياة وهو كبير في السن وبيحبها بقلبي قوي لازم نصدق إن فيه واحد كبير في السن وقادر إن هو يبدع لازم نصدق إن فيه واحد كبير في السن وقادر يتواصل مع من هم أقل منه سنا ويستمتعوا ويفرحوا بالتواصل معاه لازم نصدق كمان إن العمر مقرد رقم لكن الوصل بالله سبحانه وتعالى ممكن يخلي ساعة عند واحد تكون بمئات السنين لازم نصدق ده لازم نصدق ده بشكل واضح جدا 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 فاللي قرر إن يستمر في الحياة وينتج ويبدع ده شاب مش من حقكم إن أنتوا تقولوا عليه إن هو شاب ومن حق الناس تعمل كده إن هي تستمر في ده واللي بتعامل مع حضرت النبي يعني يشوف حاجة غريبة قوي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وفي سن الأربعين ومارس حياته كلها وهي حياة مفتوحة لكل الشباب عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الديمومة على العمل الصالح وعلمنا كمان حب الحياة وعلمنا كمان اللي يصيغ بعد كده بإن المرء بأصغري قلبه ورسانه وإن الإنسان قمته بما يقدمه إذا أردت أن تكون لك قيمة فتمسك بقيمة فاللي متمسكين بقيامهم وبيعيشوا بيعيشوا مليانين بالحكمة والناس ترجع لهم ودولة شباب فعايزين الناس يعيشوا بمنظومة الحياة الجديدة إحنا عايشين بمنظومة حياة جديدة أنا ليه بتكلم على ده؟ بتكلم على إن الكلام اللي دار حول مسألة الشباب بيقولنا إن إحنا محتاجين منظومة جديدة نعيش بيها وما يصحش إن إحنا نتعامل بقضية السن لكن معنى كده إن السن كمان لابد إن إحنا نحترم بس كمان الكبار لازم يتعودوا إن مفيش حياة يسمعها معاش إن مفيش حياة يسمعها أنت كبرت وانتهت حياتك إحنا محتاجين لكل واحد فينا محتاجين لجي للناس الكبار يطوروا من نفسهم ويقدموا حاجات كديدة في حياتنا محتاجين لخبرتكم محتاجين إن الشباب كلنا نبقى شباب إحنا محتاجين إن مجتمع يبقى مجتمع شاب مش مجتمع شاخ وخوخ إحنا محتاجين كلنا نبقى شباب بس المهم إن إحنا نبحث ونقتنع إن الحياة ما بتتضييش علشان نبقى لنا قيمة في الحياة لإن محدش أبداً هيقبل إن واحد ينية حياته هو لسه عايش وده اللي بيقرر إن الحياة مش محتاجة وعشان كده لقيت اختلافات كتيرة في تحديد سن الشباب اللي في الأغلب فيه ناس بيقولوا إن هو بيبتدي في الثلاثين بس الحقيقة إن الشباب أنا شايفه قيمة وعشان كده في بعض التقارير اللي أنا مش متأكد من صحتها بتقول إن الشباب بيفضل لغاية خمسة وستين أنا مش هتم بكل الكلام ده الشباب مش أقول شباب القلب الشباب شباب القيمة اللي عايش إن الشباب ده قيمة هيبقى على طول شاب تعال أقول لكم إجراءات سريعة قوي عشان نوصل عشان نعيش القضية دي أول حاجة عايز تبقى شاب كل يوم الصبح احمد ربنا على نعمة الحياة وعشان كده احنا طول الوقت بنعمل إيه بنقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا احمد ربنا على نعمة الحياة وعرف إن كل يوم جديد ده ممكن يسوي حياتك كلها ليه؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فأنت قادر على إنك أنت تعيش الحياة كلها انفض الماضي من على ظهرك لو كان جايلك بالهموم وثبت الماضي في قلبك لو كان جايلك بالهمم لازم تقول لنفسك كل يوم الصبح اللي كان مددي في الماضي هيفضل مددي طول حياتي اللي كان مددي في الماضي هو مددي طول حياتي وهو معكم أينما كنتم فهو كان معاك وإنت شاب وهيكون معاك وإنت شاب إذا علمت معية الله سبحانه وتعالى فأنت هتظل شاب الحاجة التانية والمهمة إياك تخلي يوم من أيامك إلا وإنت تضيف قيمة مضافة للي حواليك لأهل بيتك فكر هو هتوقف دماغك هو هتوقف الابتكار على طول اعمل قيمة مضافة لزوجتك قيمة مضافة لأولادك دخل عليه مبتسامة اتعلم اتعلم التنكيط اتعلم الفرحة اتعلم البشر حتى مهما كان سنك حتى لو عد عليك اتعلم ده وإيش هذا الكلام مع اللي حولك وأهم حاجة أن أنت تشوف الخبر اللي تعلمتها في مهنتك أو الخبر اللي تعلمتها في وظيفتك وحاول تحولها إلى شيء ينفع الناس كلهم صغة اكتبها حولها إلى حكمة وأضفها لللي حواليك أكيد عيسعده وتعالوا ندعي كلنا بلا استثناء شباب وشباب تعالوا ندعي كلنا ونقول اللهم إنا نعلم أنك وهبتنا الحياة فاللهم اجعلنا نرى مددك في كل نفس من أنفاس حياتنا ولا تجعلنا نسير خلف أنفسنا الأموارة بالسوء وهي تغلق علينا أبواب نعمتك وأبواب جمالك فتجعلنا أمواتاً ولو كنا في الحياة اللهم يا حي اجعلنا دائماً نرى جمال مددك لنا في كل لحظات حياتنا يا رب اجعلنا على الدوام بنعيش بجمال وأسرار وصلك ومددك في حياتنا واجعلنا على طول شباب مهما كان الرقم اللي احنا عشناه ترجمة نانسي قنقر